لم تتردد السلطة الفلسطينية في إبداء استعدادها العودة لإدارة قطاع غزة من جديد بشروط محددة وإن كانت الأولوية بالنسبة إليها وقف الحرب التي تود بحياة ألاف الفلسطينيين هناك رئيس الفلسطيني محمود عباس وفي أكثر من مناسبة أكد استعداد السلطة تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة شريطة أن يكون ذلك على قاعدة حل سياسي شامل يتضمن الضفة الغربية بما فيها الكدس الشرقية فيما استهجنت الحكومة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو التي رفض فيها تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية بعدما امتنعت الأخيرة عن إدانة ما جرى في 7 أكتوبر وبحجة أنها تنفق على عائلات الشهداء والأسراء رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يعارض عودة السلطة إلى غزة ويريد الاحتفاظ بالاحتلال لفترة طويلة أن سياسته ستجلب البلاء عليهم قطاع غزة هو جزء من أرض فلسطين التي احتلت عام 67 ونحن لا نحتاج إذنا من أحد لمساعدة أهلنا هناك السلطة الفلسطينية التي غابت إداريا عن قطاع غزة بعد انكلاب عام 2007 ظلت على مدى أكثر من 16 سنة من الانكسام الفلسطيني الداخلي تطلع بمسؤولياتها الاقتصادية والسياسية تجاه الكطاع حيث تكفلت بالإنفاق على مختلف الخدمات للسكان إضافة إلى استمرار دفعها رواتب نحو 50 ألف موظف ظلوا على سجلاتها أمر يؤهلها كما يقول نائب أمين السر لجنة المركزية لحركة فتح دكتور صبر صيدم لاستعادة دورها في إدارة الكطاع عقب انتهاء الحرب السلطة الوطنية الفلسطينية ليست غريبة على قطاع غزة نحن نساهم في كل النفقات الجارية لقطاع غزة وأيضا نساهم في المشروعات التطويرية من قبل الدول الأخرى وبذات الوقت ندفع رواتب موظفينا وكل الخدمات أبسطها وأعظمها وبالتالي التدفق طبيعي أن يكون هناك وجود للسلطة ولكن نحن لا نقبل أن يكون هناك أولا وجود يأتي على ظهر دبابي أو وجود يأتي على عقلية الإزاحة ولكن الأهم من ذلك أن يكون هناك إقرار دولي بإقامة الدولة الفلسطينية لكن إسرائيل التي ظلت ترفض إعادة فتح الملف السياسي مع الفلسطينيين راحت تبحث عن خيارات أخرى أبرزها إحلال قوات دولية في قطاع غزة دون أن تتخلى هي عن سيطرتها الأمنية على القطاع بما يعني استمرار العمليات العسكرية هناك وهو ما اعتبره المحلل السياسي أشرف عكا استكمالا لمخطط تنفيذ تهجير الفلسطينيين الذي تعمل عليه إسرائيل حتى قبل 7 من أكتوبر الماضي استقبل غزة تحدد طبيعة العمليات العسكرية الجارية الآن ونتائج هذه الحرب ولكن واضح تماما أن إسرائيل تريد تدمير القطاع وتهجير سكان وهذه المعادلة الأساسية اللي يجب أن نفهمها من تلك التصريحات الإسرائيلية وأنا بتقديري كمان ما ينسحب على غزة قد ينسحب على الضفة في إطار تصفية القضية الفلسطينية وبالتالي معادلة التهجير والإبادة والقمع والحصار غير أن واشنطن ومثلما تعارض تهجير سكان القطاع فهي أيضا تعارض إعادة احتلال قطاع غزة أو بقاء الجيش الإسرائيلي هناك بعد تحقيق أهداف الحرب أمر يبقي مستقبل غزة مجهولا فيما يظل ثابت الوحيد أن الحالة الفلسطينية لن تكون بعد 7 من أكتوبر على ما كانت عليه قبل ذلك لميديا ماجد سعيد رام الله